انا اعتقد بان النقاش انتع صندوق المقصة والاستهداف خدمنا عشر سنوات انا شخصيين شاركت فيها وكنا دائما مجمعين ومتفقين على ان صندوق المقصة ملي تندروا واحد الدعم وكامل نتائج تكون عكسية اللي عنده القدرة الشرائية هو اللي تيستهلك بزاف وهو اللي تيستفد اؤدان بزاف وهذا اللي عنده القدرة الشرائية ضعيفة وهو اللي تيستهلك قليل وهو اللي تيستفد قليل. وقلنا بان واننا بغينا ضمنه الفعالي انتها هادشي خصنا نخرجه من هاد الدعم الى دعمين مباشر عبر تحويلات مالية وهدا هو اللي جاي في قانون المالية انتها سنة الفين وثلاثة وعشرين انطلاقا من هاد السنة غادي نحولو عشرين مليار ديرهم كتحويلات مباشرة للأسار اللي كتعيش لهاشاشا ومربوط بسبعات الملايين انطع الاطفال اللي هما في سنة تمدروس وبثلاثات الملايين للأسار ما عندهمش الاطفال نهائيا او اللي معندهمش الاطفال في تمدروس معناه انه اليوم هادك الاصرة اللي عندها زوجو اللي ثلاثات الاطفال حسب ذك الشي اللي غدي تحدد انطع المقادير غدي تتوصل بي تعويضات شهرية ريجولير بدون بشكل مستمر ومضمون في الديموماف الاستمرارية